ملاك تريد نصيحة تقول لكل من يعترض على دراسة البنت وتعليمها ملاك بارك الله فيك الشريعة ما منعت تعليم البنات وتدريس البنات أبدا بل أيدت ذلك ولذلك الصحابيات الجليلات تعلمنا وتفقهنا و نشرنا العلم و الخير فإذا كانت الدراسة من خلال قواعد شرعية و ضواوط مرعية و أمان و صيانة للبنت ما المانع أما إذا كان لا بدراسة البنت ستذهب و تدرس بما يعرض دينها و إيمانها و عقيدتها و أخلاقها للخطر هذا للأهل الحق الكامل في هذا أما إذا كان لا و لله الحمد المجتمع كله هناك مدارس و لله الحمد نظامية و مدارس خاصة و يعني في ضوابط و قواعد و تراعى و تخرج البنت بحصيلة معرفية و تنال شهادة و تخدم مجتمعها في الطب مثلا في التعليم في بقية الأشياء ما المانع في هذا لا بد حقيقة أن ينتبه الناس إلى مثل هذا الأمر و الشريعة تدعو إلى العلم و لله الحمد العلم الشرعي و أيضا العلم الدنيوي لأن العلم الدنيوي هذا فيه نفع لمجموع الأمة حتى نص العلماء على أن تعلم طائفة من المسلمين علم يحصل فيه نفع لمجموع الأمة هذا من فرض الكفايات إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقيين